واحتفظوا بتصريحه ورح نحتفظوا مع بعض بهذا التصريح ونذكرهم به لأنهم كمشا نتعكذابين وماكرين ومخادعين واش يقول هذا درواز؟ اسمعوه واش يقول النقاط الهمة الاساسية لنجاح الألعاب فهي موجودة الآن ونقدر نقول لأن عدة مرات والمسؤولين يديروا تصريحات لكن اليوم أمامكم نقدر نقول باللي الألعاب البحر الأبيض المتوسط طبعا 19 في مدينة ورانا 2022 ستكون الألعاب ناجحة إن شاء الله وتعلي تبقى في التاريخ الألعاب لأنها تكون أعلى مستوى في عدة جوانب وجنب الأول وإننا نقدر نقول باللي نكون وجاهزين مئة في المئة لأن كل كل عوامل لتنظيم حفل الافتتاح وحفل الاختتام بطبيعة الحال موجودة الآن إذن حفل الافتتاح يكون بدون شك على المستوى تطلعات شعب جزائري راح نشوفوا هذه قال لك راح تكون ألعاب تاريخية في التاريخ هي الأفضل في تاريخ الألعاب كلها احتفظوا بهذا التعليق وراح نشوفوا تبهدائي راح نشوفوا الفضايح في الحقيقة شفناها شفناها مع طرد مراد بوطاجين وشفناها مع فريق كرة الماء للسيدات يداروا القرعة يداروا القرعة هما كين فريق واحد حاضر هو فريق الجزائر مجام ولا فريق ولا أخرى بتاع البحر المتوسط وراحوا داروا القرعة نهيرت قال لك راح نديروا القرعة فيه ناس أحمق من هذا فيه ناس أخبى من هذا الناس دير القرعة وانت كين فريق واحد فضيحة واصلا كان لازم تخبيها نهائيا فريق ما عام يلعب كون غرجات قال يقدر يلعب واحد والذي يجب أن يقابل الفريق كرة الماء للسيدات يجب أن يقابل الفريق ويزيد القرعة والله بعض الناس اللي أصيبوا بالتخلف عقلي لأسباب صحية أو لأسباب الولادة أكثر منهم منطقية وأكثر منهم عقلانية لذلك كلمة متخلفين عقليا لا تنطبق على هؤلاء هؤلاء مجموعة تعابثين وفاشلين وكثير منهم ضروقي وعايشين في عوالم أخرى فقط راكم سمعتوا درواز واحد من العصابة هذا كليتوا البلاد يسراقين قالها الشعب كليتوا البلاد يسراقين هذا واحد من نصف العصابة كان دائما هو مع العصابة بصحره من نصف العصابة ليسلك وما زل ما دخلوش للسجن لكن لا أستبعد أنهم يدخلوه بعد الألعاب يعني بعد الألعاب سيكتشفوا أنها نهيبت والألعاب تكلموا على خمسمية مليون دولار يعني تكلموا على ثمان آلاف أو تسعة آلاف مليار سنتيم تقيلوا المبلغ المواطعيات اللي عندي ومن المصادر من داخلهم قالوا لي جاوزت الألف مليار جاوزت الألف مليون جاوزت المليار دولار لحد الآن وكثير من الكونترا والصفقات مدوها جريا جري مدوها بالتوافق هكذا فقط بدون المروع على القوانين باش تسهلهم السرقة أكثر ورحين تسمعهم بعد بأنهم صرفنا من خزينة الشعب أكثر من مليار دولار هذا إذا ما رحش المليار ونصف دولار أو أكثر طبعاً إذا قالوا الحق اللي قالوا الصح لأنهم في الغالب يخبوا هذه الأشياء في حين أن كثير من الناس تعاني ومكلاً نعود نذكركم في المعاناة لأن الكثير منكم ورهم عايشينها ويعانوا منها لكن هذا مفيد ومهم وأنه وين تلقى فرصة أنك تفضحهم مفضحهم ولأنهم يخافوا ما يحشموش لما يشوفوا الأمور كبرت والناس تكلم عليها في وصل التواصل الاجتماعي يعودوا يتراشعوا ترجمة نانسي قنقر